بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم إخواني وأخواتي الطلاب متابعين أينما كنتم وحيثما كنتم في لقاء يتجدد بكم ولكم ونلتقي وإياكم اليوم في جزئية من جزئيات الرياضيات 6 في الصورة القطبية وذكرتية للمعادلات في الباب الثاني إذن أخذنا بعض الأجزاء في الصورة القطبية والصورة الديكارتية للمعادلات في الجزء الأول وأخذنا فيما سبق تمثيل النقاط وبعض المعادلات القطبية اليوم سنضيف جزئية من جزئيات التحويل من الأحداثيات القطبية والديكارتية للتحويل من الأحداثيات القطبية إلى الديكارتية وكلنا نعرف أن الأحداثيات القطبية تعتمد على الر والسيتا والأحداثيات الديكارتية تعتمد على الـ X و الـ Y إذا كانت النقطة B للأحداثيات القطبية تمثل الر و سيتا فإن الأحداثيات الديكارتية للنقطة B إذا كان عندي المحور القطبي والقطب والنقطة B تقع على ظلع الانتهاء للزاوية ثيتا وبعد المسافة من القطب إلى النقطة B هي R وبعد المسافة من القطب إلى النقطة B هي R فإن الأحداثيات أو قياس زوايا النقاط الموجودة عندي هنا هي عبارة عن الـ X و الـ Y إذن الـ X هي عبارة عن R في كوسين الزاوية ثيتا اللي هي الزاوية المصنوعة من الانتقال من محور القطب إلى ظلع الانتهاء و الـ Y هي عبارة عن الـ R في ساين الزاوية إذن قيمة الـ X و الـ Y هي تساوي R في كوسين سيتا و الـ R في ساين سيتا حيث الـ cos و الـ R في الكوسين تمثل الـ X و الـ R ساين سيتا تمثل الـ Y تحويل الإحداثيات الديكارتية إلى القطبية الآن سأحول من الـ X و الـ Y إلى الـ R و الثيتا بحيث أن الـ R هي عبارة عن الجذر التربيعي لـ X تربيع زائد أن Y تربيع هذه قيمة الـ R أما بالنسبة لـ X تربيع زائد أن Y تربيع تساوي الـ R هي من التربيع من الجزئية المعطة بالنسبة للزاوية الثيتا المصنوعة من محور أو من النقطة الانتهاء من ظلع الانتهاء إلى محور القطب هي تعتمد على بعض الأشياء أو بعض الجزئيات البسيطة الحالة الأولى هل قيمة الـ X موجبة؟ الحالة الثانية قيمة الـ X قيمة سالبة الحالة الثالثة قيمة الـ X تساوي 0 إذن ظلع الـ X أو محور X إذا كانت الـ X قيمة موجبة أو الـ X قيمة سالبة أو الـ X تساوي 0 إذا كانت القيمة X قيمة موجبة فإن الدالة الثيتة تساوي shift tan Y على X اللي هو مقلوب التان وإذا كانت الدالة أو الزاوية إذا كان محور X قيمة سالبة فإن الزاوية ثيتة تساوي shift tan اللي هو مقلوب التان Y على X وأضيف لها 180 وأيضاً أضيف الـ Y في حالة أنها كانت القياس بالرديان أما إذا كانت قياس الـ X تساوي 0 قيمة الـ X تساوي 0 فإنه أعتمد على محور Y الآن ننظر إلى قيمة Y هل هي قيمة موجبة أو قيمة سالبة إذا كانت Y قيمة موجبة فإن الزاوية تساوي 90 الزاوية ثيتة أما إذا كانت Y سالبة فإن الزاوية ثيتة تساوي قياسها 200 و 70 إذا كان قياس الزاوية Y سالب فإن الزاوية قياسها تساوي 270 درجة في بعض الأحيان نحتاج المعادلات التحويل ما بين المعادلات الديكارتية إلى القطبية والعكس صحيح لماذا نحول المعادلات؟ مثلاً لو نلاحظ صورة معادلة الدائرة بهذا الشكل هذه صورة قطبية عفواً هذه صورة ديكارتية طيب لو حولتها إلى صورة ديكارتية كيف ممكن يصير شكل المعادلة الدائرة؟ هي R تساوي ثلاثة إذا نلاحظ أن بعض المعادلات في صورتها الديكارتية أعقد من صورتها في الصورة القطبية فإذا حولتها من صورة ديكارتية إلى صورة قطبية أصبحت الصورة أسهل كذلك العكس صحيح إذا كانت بعض المعادلات في الصورة القطبية معقدة يمكن تحويلها إلى صورة ديكارتية بشكل أسهل فمثلاً المعادلة القطبية المعطاة R تساوي 6 على 2 في كوسين سيتا ناقص ثلاثة في سين سيتا لو أحولها بالشكل هذا المعادلة القطبية إلى صورة ديكارتية أحصل على معادلة تساوي 2x-3y تساوي 6 فنلاحظ أنها في الصورة الدكارتية أسهل من صورتها في الصورة القطبية نأخذ بعض الأمثلة لنتعرف على طريقة تحويل المعادلات القطبية إلى معادلات دكارتية في مثال 5 أكتب كل معادلة قطبية تأتي على الصورة الدكارتية إذن أنا معطى بعض المعطيات القطبية المطلوب مني تحويلها إلى دكارتية فالزاوية ثيتا تساوي باي على 6 هذه بالتقدير الدائري أو بالرديان لو حولتها بالدرجات سأحصل على 30 قياس 30 فإذا لم أكن أعرف بالتقدير الدائري بإمكاني أستغني عنها وأحولها إلى صورة بالدرجات واحدة للمسألة فبيكون عندي أنه تان ثيتا تساوي y على x هذه من القانون قياس الزاوية ثيتا هي باي على 6 وهي تساوي 30 فبالتعويض عنها نجد أن تان ثلاثين تساوي y على x تان ثلاثين لها قيمة معطاة نعرف قيمتها أو نحسبها في الآلة الحاسبة فبالتالي قيمة تان ثلاثين هي تساوي جذر ثلاثة على ثلاثة إذن جذر ثلاثة على ثلاثة هي قيمة تان ثلاثين تساوي x y الآن نحب أنه عندي قيمتين بينهما عملية مسواه وكسرين ناخذ عملية المقص فيصبح أنه جذر ثلاثة في x تساوي ثلاثة y فبالتالي ثلاثة y تساوي جذر ثلاثة بالنسبة للx الآن أنا مطلوب مني أتخلص من الثلاثة لأنني أريد ال-y لوحدها فبالتالي أقسم على ثلاثة للطرفين سنختصر البسط مع المقام فبالتالي يصبح y تساوي جذر ثلاثة x على ثلاثة إذن التحويل من الصورة القطبية إلى الصورة الديكارتية من الزاوية ثيتا تساوي باي على ستة وهي إلى ثلاثين درجة وجدت أنها بتحويلها إلى الصورة الديكارتية أن y تساوي جذر ثلاثة على ثلاثة بالنسبة للx ناخذ مثال آخر من مثال خمسة إذا كان قياس الزاوية تساوي ثلاثة باي على أربعة إذن التحويل بالنسبة لقياس الزاوية ثلاثة باي على أربعة هي يساوي 135 درجة وتقع في الربع الثاني إذن قياس الزاوية 135 درجة اللي هي ثلاثة باي على أربعة في الربع الثاني علشان أحل الصورة الموجودة عندها والمعادلة القطبية أحولها إلى صورة الديكارتية باستخدام القاعدة تان ثيتا تساوي y على x وتان ثيتا اللي هي عبارة عن تان 135 درجة تساوي y على x قيمة تان 135 بحسابها عن طريق الآلة الحاسبة تساوي سالب واحد تساوي y على x فبالتالي إذا أخذت عملية مقص لإيجاد قيمة y أو لحل المعادلة في y بحيث أن y في واحد تصبح y تساوي سالب واحد في x تساوي سالب x إذن الصورة القطبية للزاوية ثيتا تساوي ثلاثة باي على أربعة لما أحولها إلى صورة ديكارتية نجد أنها تساوي y تساوي سالب x إذن للتحويل من الصورة القطبية إلى الصورة الديكارتية قيمة الزاوية المعطاح عندنا هنا أول معادلة التالية ثلاثة باي على أربعة هي تساوي y ناقصاً x ناخذ مثال آخر نلاحظ أنه أعطانا هنا قيمة الر الر تساوي سبعة هذه المعطيات المعادلة القطبية نحتاج أن نتذكر بعض المعطيات أو بعض المعلومات التي سبق أن أخذناها أن الر تربيع تساوي x تربيع زائداً y تربيع إذن قيمة الر تربيع تساوي x تربيع زائداً y تربيع فبالتالي الر تساوي سبعة هذه المعطيات المطلوب مني أن أوصل إلى الر تربيع فبالتالي أحتاج تربيع الطرفين فبالتالي بالتربيع للطرفين تصبح الر تربيع تساوي سبعة تربيع إذن الر تربيع تساوي تسعة واربعي اللي هو تربيع السبعة نجي الآن قيمة الر من المعطيات التي سبق أخذناها أن قيمة الر تساوي x تربيع زائداً y تربيع فبالتالي x تربيع زائداً y تربيع بالتعويض عن الر من المعطيات تساوي تسعة واربعي إذن قيمة الر تساوي سبعة لما حولتها إلى التقدير بالصورة الدكارتية وجدت أنها تساوي x تربيع زائداً y تربيع وتساوي تسعة واربعي نأخذ مثال آخر لنتعود على طريقة الحل ومسألة مختلفة الآن عندي الر تساوي سالب خمسة في ساين ثيتا قيمة الر تساوي خمسة في ساين ثيتا الآن أحتاج أني أستعيد بعض المعلومات التي تساعدني في حل المسألة مثل ماذا؟ مثلاً الر تربيع تساوي x تربيع في y زائداً y تربيع هذه قيمة الر تربيع طيب أنا إلى الآن ما أوجدت الساين والكوساين فأحتاج أني أوجدهم فإذن التعويض عن الـ x يساوي r في كوساين ثيتا هذه من المعطيات التي سبق أخذناها في بداية هذا الدرس و y تساوي r في ساين ثيتا إذن لابد أن أستفيد من المعطيات الموجودة عندي في حل المسألة r تساوي سالب خمسة في ساين ثيتا للوصول إلى تحويلها صورة دي كارتية فبالتالي من السؤال r تساوي سالب خمسة في ساين ثيتا الآن أنا ما عندي r تربيع لابد أني أحصل على r تربيع لكي أصل للصورة فبالتالي أضرب في r هنا أقيمة بأحد الأطراف قيمة r فبالضرب في r للطرفين تعالوا نضرب r هنا r في r تساوي r تربيع سالب خمسة والقيمة المضروبة عندي هنا في r نضربها في r فبالتالي سالب خمسة في r في ساين ثيتا الآن قيمة r تربيع معطيات من الموجودة عندي هنا إذن سأعوض عن r تربيع ب x تربيع زائد y تربيع تساوي الطرف الأيمن سالب خمسة في r في ساين ثيتا سالب خمسة عدد عندي r في ساين ثيتا بإمكاني أعوض عنه في أحد القيمتين أيهم التي تناسب مع المعطيات ساين ثيتا التي هي r تساوي ساين ثيتا تساوي y فبالتالي سأشيل r ساين ثيتا وعوض عنها بقيمتها وتساوي y إذن x تربيع زائد y تربيع تساوي سالب خمسة في y التي عوضنا عن r في ساين من المعطيات في قيمتها فبالتالي الآن أضع المعادلة كلها في طرف واحد فأضيف موجب خمسة y للطرفين وحدة موجب وحدة سالب سنختصرهم مع بعض فبالتالي نحصل على x تربيع في الطرف الأيسر زائد y تربيع زائد خمسة y وتساوي صفر إذن من قيمة r تساوي سالب خمسة في ساين ثيتا هذه على الصورة القطبية وجدتها على الصورة الديكارتية تساوي x تربيع زائد y تربيع زائد خمسة y وتساوي صفر إذن هذه طريقة التحويل من صورة قطبية إلى صورة ديكارتية في هذا المثال نأخذ مثال آخر وفكرة مختلفة إذن r تساوي ثلاثة في كساين ثيتا الآن أستذكر بعض المعطيات حتى أتمرن على عملية الحل وأتعود عليها وتصبح سهلة بالنسبة لي إذن ثلاثة معطيات الموجودة عندي هذه لابد أني أكون أستذكرها بشكل تام اللي هي x تربيع زائد y تربيع تساوي r أو العكس صحيح أن r تربيع تساوي x تربيع زائد y تربيع والx هي عبارة عن r في كساين ثيتا والy هي عبارة عن r في صاين ثيتا الآن علشان أحل المسألة r تساوي ثلاثة في كساين ثيتا هذه من المعطيات أحتاج أنني أستفيد من القواعد الموجودة عندي في حل المسألة أحتاج أن أضيف من r يخليها r تربيع فبالتالي علشان أحصل على التربيع لابد أني أضرب في r للطرفين تضرب في r للطرفين تعالوا نضرب في r ونضرب في r إذا ضربت في r راح أحصل على r في r r تربيع وتساوي ثلاثة في r في كساين ثيتا وتساوي ثلاثة في r في كساين ثيتا الآن قيمة r من المعطيات الموجودة عندي هنا أشيل الر وعوض عنها بقيمتها التي عبارة عن x تربيع زائد y تربيع تساوي تساوي الطرف الأيسر سالب ثلاثة x للطرفين هنا واحدة موجب وواحدة سالب فبالتالي x تربيع زائد y تربيع ناقص ثلاثة x وتساوي صفر وهذا حل المعادلة الديكارتية تحويلها من صورة قطبية r تساوي ثلاثة في كساين ثيتا وجدت أنها بعد تحويلها إلى صورة ديكارتية أنها تساوي x تربيع زائد y تربيع ناقص ثلاثة x ننتقل إلى مثال آخر من مسائل التفكير العليا أن كوتان تساوي سالب سبعة فلابد أني أستفيد من المعطيات ألاحظ أنه الطرف الأيسر كوتان في خلال هذا الدرس ما حصلت على أن الدلة فيها كوتان حصلت إما r x y ثيتا ساين كوساين r لكن ما كان عندي قيمة كوتان لكن أعرف من ما سبق دراسته أن الكوتان ثيتا أن الكوتان ثيتا تساوي كوساين ثيتا على ساين ثيتا هذا من ما سبق دراسته خلال رياضيات خمسة في الكوتان الباب الثالث في الدوال المثلثي أن دالة الكوتان هي عبارة عن كوساين على صاين إذن سأشيل الكوتان وأعوض عنها بقيمتها فبالتالي كوتان كوساين ثيتا على صاين ثيتا تساوي سالب سبعة إذن المقام لها واحد في عملية الضرب عملية المقص كوساين في واحد رح تعطيني كوساين ثيتا تساوي سالب سبعة في صاين ثيتا تساوي سالب سبعة صاين ثيتا الآن عندي كوساين ثيتا وعندي ساين ثيتا وقيمة لكن ما عندي ال-R فأحتاج أني أضرب R في الطرفين بالضرب في R للطرفين عندما أضرب في الطرفين في R في الأول وفي الثاني رح يكون R في كوساين ثيتا تساوي سالب سبعة في R في صاين ثيتا الآن R كوساين ثيتا من المعطيات اللي معروفة عندي أن R في كوساين تساوي X إذن X الطرف الأيسر تساوي سالب سبعة و R في صاين ثيتا بالتعويض في القاعدة تساوي Y إذن X تساوي سالب سبعة Y أنا بيقيمة Y الوحدة فأتخلص من القيمة من المعامل ال-Y اللي هو سالب سبعة فأضرب في سالب واحد على سبعة عشان أتخلص منها طبعا رح أضرب للطرفين لما أضرب للطرفين فأحصل على سالب واحد على السبعة في X تساوي سالب سبعة في سالب واحد على سبعة رح يجعطيني موجب واحد وموجب واحد في Y إذن تحويل كوتان ثيتا تساوي سالب سبعة أصبحت تساوي سالب واحد على سبعة X تساوي Y إذن تحويل الكوتان تساوي سالب سبعة بتحويلها أولا إلى صورتها كوسين على صاين ثم أستخدم خطوات الحل وجدت أنها تساوي سالب واحد على سبعة في X تساوي Y من مسائل التفكير الموجودة عندنا أن قيمة R تساوي 1 على كوسين ثة زائد 1 على ساين ثة الآن لو أخذت المسألة الموجودة عندنا هنا تساوي R تساوي 1 على كوسين ثة زائد ساين ثة الآن مقام الطرف الأيسر تساوي 1 في عملية المقص الضرب للمساواة سأحصل على أن R في كوسين ثة تساوي R كوسين ثة زائد R في ساين ثة تساوي R ساين ثة و 1 في 1 تساوي 1 الآن حصلت أن R في كوسين ثة زائد R تساوي 1 قيمة R كوسين ثة و R ساين ثة سبق أن أخذتها أن قيمة X تساوي R كوسين ثة فبالتالي هذه ستساوي X من المعطيات التي موجودة عندي و من القاعدة التي سبق أخذتها زائد إذن R تساوي R في ساين ثة هي عبارة عن Y وهذا يساوي 1 الآن لو حبيت أني حل المعادلة في Y الوحدة فبالتالي أضيف سالب X للطرفين موجب X وسالب X وحدة موجب وحدة سالب يوجد عندي في الطرف الأيسر Y تساوي 1 ناقص X إذن تحويل المعادلة القطبية R تساوي 1 على كوسين ثة زائد 1 زائد ساين ثة تساوي Y تساوي 1 ناقص X هذه تحويلها على الصورة الديكارتية نأخذ مثال اختياري المطلوب عندنا الصورة الديكارتية للمعادلة R تساوي سالب ثلاثة بعض الأفكار التي ممكن تطلع عند الطالب أو مجرد ما ينظر للأفكار هنا سيقول أن قيمة R هي عبارة عن X تربيع زائد Y تربيع وسالب ثلاثة الموجودة عندنا في فقرة D لكن هل هذا الحل صحيح أو التخمين صحيح؟ طبعا لا يمكن أن يحل في الرياضيات عن طريق التخمين وأحصل على إجابة صحيحة 100% فبالتالي أستخدم خطوات الحل الخطوة الأولى سأعوض عن قيمة R R هي تساوي سالب ثلاثة فبالتالي أنا ما عندي R أنا عندي R تربيع فأحتاج أربع للطرفين أضرب في R أربع للR وأربع لسالب ثلاثة لما أربع للR هنا رح يعطيني R تربيع وسالب ثلاثة لكل تربيع رح يعطيني تسعة موجب تسعة قيمة X تربيع عفوا قيمة الر تربيع هي عبارة عن X تربيع زائد Y تربيع وتربيع السالب ثلاثة لكل تربيع رح تعطيني تسعة فأي الخيارات التالية صحيحة إذن X تربيع زائد Y تربيع تساوي تسعة إذن هو الخيار رقم C X تربيع زائد Y تربيع تساوي تسعة أخذنا مجمل في هذا الدرس التحويل من المعادلات القطبية إلى ديكارتية عن طريق X تساوي R في كوساين ثيتا و Y تساوي R في كوساين ثيتا التحويل للمعادلات الدكارتية إلى قطبية أن قيمة R تربيع تساوي X تربيع زائد Y تربيع و قيمة X تساوي R في كوساين ثيتا و قيمة Y تساوي R في كوساين ثيتا و قيمة التان تساوي Y على X إلى هنا نصل وإياكم إلى نهاية درسنا هذا نتمنى أن نوفقنا في تقديم ما يفيدكم و ينال إعجابكم و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته